وزي ما قلت لحضراتكم في البداية أنه درجات الحرارة الحقيقة غير مسبوقة يعني بالذات حتى يمكن في مصر درجات الحرارة غير مسبوقة لم نعتاد على درجات الحرارة العالية جدا أنا فاكرة زملتي العزيزة لأنا كانت موجودة معانا بتصور حلقة من الحلقات وقالت لي إيه دا مش متخيلة درجة الحرارة العالية دي فده اللي بيخلينا دايما نسأل ما هو سبب ارتفاع درجة الحرارة وعلشان كده فكرنا أن احنا كمان نسأل متخصص نكون موجودين احنا هنا في الأماكن الطبعية ونسأل هذا السؤال ما هو يا ترى سبب ارتفاع درجة حرارة الأرض أهلا بحضراتك أستاذة شبكي وأهلا بكل مشاهدي بيت للكل طبعا من أسباب بارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم هو طبعا لغازات الاحتباس الحراري والتغيرات المناتية اللي العالم كله بيشهدها فطبعا مع الثورة الصناعية شفنا انطلاق لكميات كبيرة من الملوسات وغازات زي غاز أول وثاني أكسيد الكربون وأول وثاني أكسيد الكابريت وطبعا هذه الغازات بتسمى بالغازات الدفئة طبعا هذه الغازات بتعمل على تكوين ما يعرف بالصوبة الزجاجية فبالتاني بتحبس درجات الحرارة المرتفعة جدا في طبقات قريبة من سطح الأرض الطبيعي في عدم نبوض هذه الملوسات أو هذه الغازات المفروض أن أشعة الشمس بتصل للأرض بتبدأ تنتص منها جزء وبتنعكس الجزء الآخر ويفرج خارج الغلاف الجوي هذه الغازات الدفئة وغازات الاحتباس الحراري بتعمل زي المزلة فبالتاني بتيجي الأشعة تخرج للغلاف الجوي ما بتقدرش تنطلب نتيجة لوجود هذه الغازات فبالتاني بتستمر درجات الحرارة في الارتفاع والتزايد المستمر داخل منطقة الغلاف الجوي فده من يؤدي الارتفاع درجات الحرارة بشكل جدير جدا على القرى الأرضية بشكل عام طبعا فيه أسباب كتير للملوسات زي الثورة الصناعية استخدمنا المفرط للملوسات استخدمنا للطاقة زي طبعا بواد البترولية ومشتقطها والفحم ومشتقطه ده طبعا بيزود نسبة الملوسات في الغلاف الجوي بشكل ملحوظ النشاط البشر للإنسان مع طبعا تقدم العيني والتكنولوجي الهائل أدى لمزيد من انطلاق نسب الملوسات بشكل كبير طبعا فيه أسباب طبعية لزيادة درجات الحرارة وهي الموجات الطبعية التي تحصل على كوكب الأرض وفي الغلاف الجوي زي مثلا نحن في فصل الصيف معروف أن نصف الكرة الشمالي بيكون فيه صيف في نصف الكرة الشمالي وبالتالي بيكون فيه ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة واللي بيصارت بيسيطر على منطقة شمال أفريقيا هو منقفض الهند الموسيلي اللي بيعمل على ارتفاع كبير في درجات الحرارة على منطقة الشرق الأوسط وجنوب وشرق أوروبا دي بتكون أسباب طبعية لارتفاع درجات الحرارة أكيد التغيير المناخي ده ليه تأثير كبير علينا وأكيد طبعا لما يكون فيه درجات حرارة عالية كتير مننا بيستخدم المكيفات طبعا اللي بتصاحبها استخدام كبير جدا واستهلاك للكهرباء وكمان بنستخدم المراوح وغيرها من الأشياء اللي ممكن تقلل من الحرارة وده طبعا بيقدي إلى انبعاثات أكيد حرارية كبيرة جدا في الجو وبيخلي ناس كتير دلوقتي يتفكر طب ممكن نستخدم إيه عشان نقلل من استخدام طبعا المكيفات والضغط أيضا على محطات الكهرباء اختفاع درجة حرارة الغلاف الجوي بيأثر على جميع الأمشطة اليومية بيأثر على الأحمال والكهرباء بيأثر على جميع مجالات الحياة فبالتالي ده موضوعه وإن جدا لازم كلنا نهتمل لي ويكون حريسين جدا على المحافظة على إن ضربة الحرارة ما توصلش أو ما تتعداش الدرجة ونصف اللي مفروض الناشئة اللي وصلها مع حلول عام 2050 فبالتالي ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض تبقى للتقارير اللي أصدرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمة الدولية لتغير المناخل IPCC فإن درجات الحرارة وصلت بالفعل واحد ونصف وتخطت وتجاوزت ووصلت إلى واحد وستة من عشر وده إحنا لسه ما وصلناش عشرين وخمسة وعشرين كان مفروض إن هي توصل واحد ونص أو تثبت عند واحد ونص أعلى من المعدل مع عشرين وخمسين فبالتالي إحنا هنبدأ نشوف ظواهر عنيفة جدا مثل الفترة القادمة لما بدأتناش كلنا نتحرك وناخد إجراءات ضد الارتفاع المستمر في الملوسات وبالتالي الارتفاع المستمر في درجات الحرارة ده يأدي إلى مزيد من المشاكل والكوارث اللي احنا بنشوفها عندنا السين وتايلاند كان فيهم فيضنات عنيفة جدا لأسبوع الماضي وشفنا كميات أمطار غير مزبوقة وغير معهودة وقدت لفيضانات وتدمير المنازل وتجريف للأراضي الزراعية شفنا بعض الدول اتأثرت في أوروبا بدرجات حرارة غير مزبوقة زي عندنا لندن وطبعا عندنا بعض الدول في باريس ولندن وأسبانيا اتأثرت بدرجة حرارة فوق الأربعين درجة ده طبعا ما كانش معتاد في الأعوام الماضية أكيد العلماء عندهم توصيات وتحذيرات كثيرة ومختلفة من انبعاث الحراري اللي موجود في الأرض وأيضا توصيات للناس يقدروا يعملوا إيه نقلل من هذا الانبعاث الحراري ونقلل بالتالي من حرارة الأرض كل دول العالم لازم تبدأ تتحرك خلاص الموضوع ما أصبح شرفاهية تغيير المناف أصبح ضرورة حتمية كل الدول بتشهده كل الدول بتقره احنا كأفراد بدأنا نشوفه في أرض الواقع بدأنا نشوف صيف وغير معتاد شتى قارس البرودة أمطار غير مزبوقة وأحيانا في بعض المناطق بتكون ما تيش أي أمطار نهائيا فبالتالي أصبحنا لازم نتحرك كلنا كدول لازم يكون فيه قرارات النتجة عن المؤتمرات اللي بيتم انعقادها ومنها التجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة لازم نتحلى تماما عن طاقة الفحم والبترول ومشتقطهم عشان نقلل نسبة الملوثات ونقلل الانبعاثات الكربونية ونوصل إلى سفر كربون بحنول عام 20 وخمسين وبالتالي هنحافظ على أن درجة الحرارة ما تعليش أكتر من اللي حصل دلوقتي ما تعليش عن الدرجة ونصف اللي مفروض أن هي متوقعة أو أنها حصلت فعليا الدرجة ونصف فبالتالي لازم نتجه للطاقة الجديدة ومتجددة وطاقة نظيفة زي طاقة الرياح زي طاقة المياه زي طاقة النووية دي كلها طاقة نظيفة بتقلل الانبعاثات الكربونية وبتقلل الملوثات في الولاف الجوي فبالتالي هنحافظ على درجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض من العوامل المهمة أيضا هي المساحات الخضراء والتشجير ده عامل مهم جدا لأن طبعا وود أراضي ومساحات خضراء وتشجير بيقلل الانبعاثات الكربونية بيزود نسبة الأكسجين في الولاف الجوي فبالتالي بيحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الملوثات طبعا نحن كأفراد أيضا علينا دور وعلينا عوامل نحن لازم نرشد استهلاكنا للطاقة للقهرباء لكل الملوثات نحن نحاول بقدر الإمكان نحاول نكون صديقة نظيفة ما نحاولش أن نحن نكون مستهلكين ومنتجين للملوثات ومصدرين للملوثات بالعكس طبعا الدول الأكثر سببا في هذه الملوثات هي الدول الكبرى لكن المناخ ملوش كدود سياسية يعني مش معنى أن الدول الكبرى هي اللي بتكون مصدرة للملوثات ومستدرة للتغير المناخي فهي الوحدة اللي هتأثر على العكس دولة قرية أفريقيا من أكثر المناطق اللي هتتأثر بتغير المناخي واللي بنفعل بدأنا نناشد الدول الكبرى في دفع التعويضات للدول المتضررة للدول الأكثر فقرا وده مبوضة طبعا في قرية أفريقيا لأنها تسببت بشكل تأثرت بشكل كبير جدا بتغير المناخي فلازم كلنا نتحرك في هذا الاتجاه علشان نحد من الملوثات ونحد من عوامل التغير المناخي والسؤال الحقيقي اللي كلنا بنسأله ماذا يفعل الإنسان تجاه هذا الارتفاع الكبير لدرجة حرارة الأرض سؤال بنسمع توصيات وبنتابع مؤتمرات ولكن طيب ماذا لو ظلت هذه الانبعاثات موجودة وظل ارتفاع درجة الحرارة الأرض موجود هل الطبيعة هتتغير ما الذي سيحدث إذا لم يتصرف الإنسان ويقلل هو من استخدامات كثيرة جدا حتى تقل درجة الحرارة كيف ستصبح الطبيعة؟ لو استمرنا في نسب ملوثات عانية بشكل كبير وخاصة ثاني أكسيد الكربون لو زاد عن المعدلات اللي موجودة فعليا الآن ده هيؤدي الارتفاع كبير جدا في درجات الحرارة المفترض ان احنا قلنا نوصل لدرجة ونسطة أعلى من المعدل لقرى الأرضية بحلول 20-50 لو وصلنا لأكتر من كده لتلت درجات أو أربع درجات ده هيؤدي لكوارث عنيفة جدا والكوارث المناخية الكوارثي تعتبر كوارث طبيعية ما نقدرش نمنعها لكن كلنا نقدر عليه ان احنا نواجهها أو نتكيف معها دولة زي أمريكا أو بسين دي من أكبر الدول ما بيفتل عندهم أعصير أو فيضانات هو ما يقدرش يمنع الإعصار ما يقدرش يمنع الفيضانات كل اللي هو بيقدر يعمله انه هو ياخد إجراءات علشان يقلل من الخسائر احنا أهم حاجة دايما بتكون هدفنا تقييش خسائر الأرواح فطبعا تقييش خسائر الأرواح بيكون ببعض الإجراءات زي إخلاء المناطق المعرضة لفيضانات أو لأعصير لكن هو يقدر يعمل مصدات تمنع ده طبعا مستحيل لأنه دي زواهر طبعية فإحنا لو إحنا استمرنا في ارتفاع نسب الملوسات واستمرنا في ارتفاع درجات الحرارة بشكل نير إحنا متوقعا نشوف زواهر نير معهودة هيكون في تصحفر وجساف في أماكن كثيرة من العالم فبالتالي هتقل الموارد المائية الحرب الجاية حرب مائية حرب على الموارد المائية لأنها هيكون فيها مشاكل كثيرة على مستوى العالم مش بس في منطقتنا أو في منطقة الشرق الأوسط كمان هيكون عندنا بعض المناطق اللي هتتأثر بأعصير وفيضانات والسيون وهتكون حدة الزواهر الجوية أكثر بكثير من المعتاد احنا مش بس نتكلم عن أن التغير المناخي بيأدل زواهر عنيفة لأ تكرار الزواهر العنيفة ده شيء مهم جدا أنها تتكرر بدل ما كنا معتد عليها تتكرر 3-4 مرات في الموسم معين تتكرر 10 أو 12 مرة ده شيء صعب جدا لأنه بيكلف الدول أنها تصرف مبالغ أكتر عشان تواجه الشسائر الناتجع عن هذه الأحوال الجوية المتطرفة مش بس التكرار لا الشدة الشدة هذه الزواهر المتطرفة شدتها بتزيد بشكل كبير جدا ممكن حالة واحدة تفصل تكون شدتها أقوى من 10 حالات فبالتاني بتأدل خسائر كبيرة جدا سواء خسائر بشرية أو خسائر مادية فبالتاني لازم كلنا نتحرط ولازم كلنا نهد من تأثير تغير المناخ ومن المبعثات الكربونية ومن إرتفاع دربات الحرار مشاهدينا يعني بنحاول من الأماكن الطبيعية الموجودة أن احنا نتكلم عن الطبيعة وبنحاول أكتر أن كلنا نعيش في بيئة صالحة بيئة نقدر نكمل فيها السنوات المقبلة نكون مع أجيال صالحة صحية ونقدر نتنفس الحقيقة بحرارة أقل للأرض حاولنا في بيت للكل نتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض أراء ونماذج وتوصيات وتحذيرات ونتمنى أن نعيش في مناخ صحي جميعا من بيت للكل أشكركم وإلى لقاء